بسم الآيب والابن والله رحبكم و empower communities كل سنة وحضرتكم طيبين النهارده زي ما بيقوله جمعة كبيرة قدس أخداس أسبوع الألام أسبوع الألام هو القدس بتاع الصوم فأسبوع الألام هو قدس أخداس أسبوع الألام النهاردة المسيح بيخش إلى آلامه والمسيح لما دخل للآلام مش حاجة جديدة عليه يعني احنا بنصلي ونقول قبل الآلام بإرادته هو داخل على الآلام بتدبيره هو عشان نقول كده الآلام هو تدبير إلهي زي ما احنا نقول قبل الآلام بإرادته من أجل خلاص العالم كله زي ما سمعنا في الأنجيل آلام المسيح كانت رهيبة ومهما الواحد يتكلم عليها مش زي اللي عاشها استحالة لما تكلم واحد متألم غير ما تحس بنفس الآلام استحالة تحس بنفس الآلام بالكلام لكن كانت رهيبة وهذه الميتة هو اللي دبرها هو عايز كده هو عايز كده أن يموت الموتة دي المسيح على الصليب ما فيش جريمة وإلا دفع المسيح تمنى ما فيش خطية في العالم كله وإلا المسيح حملها على الصليب كل أنواع الخطايا زناكس بسرق كله كله حملها المسيح من آدم إلى أواخر الظهور كل جرائم البشرية حملها ربنا يسوع المسيح إذا كانت جريمة واحدة تستهل العقام فكم كل الجرائم اللي عملتها البشرية كلها فألام المسيح دي تشملنا كلنا كلنا تحت الخطيئة تخيلوا معي لما بيجيبوا الجلد بتاع المسيح السياطة اللي كان بيجلب بيه المسيح عبارة عن جلده كده طالع منها ثلاث فروع وكل فرع فيه ثلاث حاجات كده نقول عضم يعني كل جلدة بتسع جلدات كل جلدة واحدة بتسع جلدات الواحد لو اتشك بدبوس كده يصرخ فكم وكم تسع وتلاتين جلدة بهذه القصوة هذه القصوة اللي اللي شافها المسيح كل ده تحمله كل ده هو داخل وعارف يقول كده الكتاب انه هو داخل ارشاليم صعد بيزبق التلاميذ رايح للصليب الام جسادية رهيبة مهم الواحد يتكلم عنها مش هعرف يوصف اذا كان جلد اذا كان الدرب على الوش اذا كان الدرب بالعصة اذا كان اكليل الشوق اللي غرسوه فراسوه غرسوه فراسوه واحد يجربها لو انا معايا ناس وحبايب اوي وفجأة سابوني في اول مشكلة بطعب جدا ده في واحد يجي يقول تخيل يا بونا انا مثلا امبارح في حد يكلمني كلمة بيخة طول الليل معرفتي انام من اللي قال هول مبارح بالليل كلمتين تعف فيهم معرفش ينام فما بالكو باللي جازوا المسيح من الام جسدية والام نفسية شاف خيانة من اقرب الناس لي يمكن الخيانة دي لو جات من الكاتب والفرسيين ورواساء الكهنة كان يبقى طبيعي لكن جات من اقرب واحد لي من اقرب واحد لي كان مسلم عهد مسلم امانة امانة السندوق لكن لم يؤتمن يهوزة على السندوق ولم يؤتمن يهوزة على المسيح ومع ذلك تلاقوا المسيح غسر رجلين يهوزة ونشفها مع انه عارف انه هيسلمه وكأنه بيدي له فرصة لكن للأسف الشديد باع المسيح بتمن بخص تلاتين من الفدة تلاتين من الفدة دي سفر التسنية يقول كده تمن ايه تمن عبد نطح طور ان نطح الطور عبدا او اما يعطي سيده ثلاثين شقل من الفدة فكان تمن المسيح عند يهوزة عبد نطح طور ملوش ايم عند المسيح فدي الام صعبة المسيح جزها الام نفسية شيء صعب ان الواحد لما يكون في محنة ما فيش حد يقف جنب ويعزيه او يسنده بيني وبينكو لما عروا المسيح دي مش الام نفسية لو فوق واحد فينا تعرى ايه شعوره ايه هانة مهانة مهانة شيء مهين لما الواحد يتضرب بالقلم على وشه والوش ده الكرامة بتاعتي ايه ايه حالك ملك الملوك وراب الارباب اتضرب على وشه عشاني تخيلوا تب فين كرامتك يا رب يقولك لا مش مهم كرامتي مهم انت انا اه انا اتضرب مخصوص عشانك انا انا عشانك انا بسق على وشي عشانك فدي الام صعبة جدا حاجة تانية مهمة الصليم مجاش فجأة كده يعني المسيح دخل ارشالين وهيسلبوه لا ده كان في فكرة ربنا منذ الازل منذ الازل فالصليم في فكرة الله منذ الازل مجاش فجأة سابق علم ربنا عارف ان ادم هيغلط ويحتاج الى فداء ويحتاج الى فادي ويخلص من موت ويخلص من فساد طبيعته وان ده هيتم بالصليب والفدى هيتم بالصليب فكل ده كان في ذهن ربنا ولكن لما تجسد في ملء الزمان اصبح الصليب حقيقة وقبل ما يخش على الصليب يتكلم كتير على الصليب قال انا داخل شوفوا معلمنا يعقوب يقول معلومة عند الرب منذ الازل جميع عماله فمعروفة الصليب ما جاش فجأة كده قدام المسيح لا ده هو مرتبة معلمنا بوترس يقول هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلم السابق وبأيدي اسمة صلتموه وقتلتموه علم السابق ربنا عارف داخل على الصليب يقول كده معلمنا بوترس عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفض او ذهب من سيرتكم الباطرة التي تقلطتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم فالصليب مش جديد دي خطة ربنا لخلاص البشرية كلها معلمنا بقول السؤول كده فكم بالحرية يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بالععيب بروح ازلي فالصليب معروف مجاش فجأة وابتدى ربنا بعد كده يهيأ البشرية للصليب من خلال الزبايح من خلال الزبايح لما آدم وحو غلطه عمل ايه دبح زبيحه وخاد الجلد ولبسهم سطرهم سطر عريهم بجلد الزبيح فكرة الفدة وابتدى بقى فكرة الزبايح تيجي زبيحة المحرقة اللي كانت بتقدم لاسترضاء العدل الالهي وكان السيد المسيح هو الزبيح دي قدمت لاسترضاء العدل الالهي لياخد العدل الالهي حقه في آدم وكانت الرموص ايضا في العهد الاديم تهيئ للصليب زي ما شفنا الحياة النحاسية كانت رمز للصليب كل اللي تلدغ من الحياة يبص عن الحياة يخف وكما رفع موسى الحياة في البردية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية خروف الفصح كان تهيئة للصليب الفصح بمعناه يعني عبور وزي ما خروف الفصح عبر ببني اسرائيل من الموت للحياة المسيح السيد المسيح المصلوب عبر بنا من الموت الى الحياة من الموت الابد الى الحياة الابدية فصح المسيح قد زبح لأجلنا طب ليه رب الصليب ليه الصليب على الصليب ظهرت محبة ربنا اللانهائية لنا الصليب الصليب ليه وشين ليه وشين وش فيه قصوة الانسان بطريقة صعبة جدا ووش تاني محبة الله اللانهائية شوفنا قد ايه اتعاملوا مع المسيح منتهى القصوة وتجبر وشراسة والوجه الخافي في الصليب هي محبة ربنا اللانهائية للخطاء وللفجار وكل العصاء زي ما قال الكتاب ولكن الله بيّن محبته لنا ونحن خطاء مات المسيح عننا بيّن محبته على الصليب ونحن خطاء مات المسيح عننا يقول كده معلّمنا بولوس لأن المسيح اسكن بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار اللي هو أنا مات لأجل الفجار اللي هو أنا ده المسيح هكذا أحب الله العالم كله حتى بزل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن بيه بل تكون له الحياة الأبدية فربنا يسوع المسيح عايز يقول كده لو كان الموت موت الصليب حيقف بيني وبين خلاص البشرية أنا أنا لابد أن أعبر عشان خاطر أخلص البشرية كلها حشرب الهوان وهشوف الزل وهشوف الإهانة وهستحمل كل مزلة وسخرية زي ما احنا شفنا في الإنجيل هستحمل كل العذابات دي كلها عشان أعبر بيكم من الموت للحياة هو ده المسيح هتربط عشان أحل الوسقاط بتاعتي أنا هتجلد بدلك أنت وبدالي أنا أنا اللي خلفت الوصية مش المسيح المسيح مخلفش الوصية بلا شر أنا اللي خلفت الوصية وأنا المفروض هتجلد هو هتجلد بدالي أنا المفروض العريان هو سترني بعوريو اتعرض عشان يسطرني أنا هو ده المسيح اتحطله اكليل الشوك عشان يزيل لعنة اللعنة الارض اللي تلعنت بيها ايدي تتصمر ايدي تتصمر والرجلية تتصمر عوضا عن حول مدت ايديها وخدت من الصمرة رجلية تصمرت عشان ممشيش تاني في طريق الخطيئة ده المسيح اللي عمله صليب حب مش حب فقط بس ولكن عدل كمان محبة وعدل الصليب مش محبة فقط ولكن محبة وعدل محبة ان ربنا جد طبيعة الانسان واطلق صراحة الانسان وعدل حكم الموت نفز في ربنا يسوع المسيح تحمله ربنا يسوع المسيح المحبة وهذه محبة غير نهائية نهائية فضيعة ان المسيح يموت عشاني بالطريقة دي ينفس فيه حكم الموت وهو بريء ويتحمل عقوبة الخطيئة في جسده بدالي أنا فلو الصليب حب بس ما كانش محتاج بقى انه ينزل ويتعب ويتجسد ويتقلم كان ممكن يسمح قدم بدون صليب لكن الصليب عدل كان لازم ينفس في المسيح الشق القانوني حكم الموت لازم ينفس في حكم الموت عشان كده تجسد المسيح وفدانا كل خطيئة لها عقاب ربنا يسوع المسيح اخذ كل عقاب خطيئة على الصليب كل ده محبة محبة مزهلة ان نشوف المسيح ينفس فيه حكم الموت كتاب يقول كده الرب وضع اسم عليه اسم جميعنا اسم جميعنا هو يقول كده جاء ليكون فدية لكسرين فالصليب محبة وعدل الصليب صلح ما بين البشرية وبين الله معلمنا بولوس الرسولي يقول كده الذي صالحنا بنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمة المصالحة اي ان الله كان في المسيح مصالحا للعالم لنفسه غير حاسب لهم خطياهم ووضع فينا كلمة المصالحة بالصليب تم الصلح ما بين السماء والارض وان يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطة وسواء كان ما على الارض او ما في السموات وانتم الذين كنتم قبلا اجنبيين واعداء في الفكر في الاعمال الشريرة قد صالحكم الان في جسد بشريته بالموت ليحضركم قدسين وبلا لوم ولا شكو امامه هذه موت المسيح عشان في الاخر يحضرنا بلا لوم ونكون قدسين صالحنا بموته مع السماء وتلاقوا نتيجة الصلحة دي نشوفها النهاردة لما المسيح قال للسلمين اليوم تكون معي في الفردوس هذه الصلح مش حد كان بيخش الفردوس قال للسلمين دخلوا النهاردة واضح ان المسيح فتح الفردوس وصالح الارضيين مع السماءين عالصليب وقت موت المسيح انشق حجاب الهيكل الحجاب ده اللي كان ما بين القدس وقدس الأقداس ما حدش يخش جوه خالص كانش حد يخش جوه غير رئيس الكهنة لكن بموت المسيح رئيس الكهنة الأعظم خلاص الحجاب الحجز ده تشال العهد القديم كانش حد يقدر يخش رئيس الكهنة بس وكان يربطه رجليب سلسلة عشان لو مات جوه محدش يقدر يخش يسحبوه لكن في موت المسيح اتشال الحجز خلاص بقى نيجي الكنيسة ونقعد في الكنيسة ناخد جسده ودمه جسده ده من المسيح على المسبح بقى نعاين المسيح وجها لوجه على المسبح ده نتيجة الصلح اللي عمله ربنا يسوع المسيح فالصليب كان صلح ما بين البشرية وما بين الله الآب ايضا الصليب جاء عشان يفدينا من اللعنة الخطيئة جابت اللعنة ولما آدم غلت ربنا قال له ايه ملعونا الارض بسببك ملعونا الارض بسببك الموت الوحيد الذي يحمل في طياط اللعنة هو موت الصليب زي ما قال الكتاب كتاب قال كده سفر التسنية صحاح 21 يقول ايه واذا كان على انسان خطيئ حقها الموت فقطل وعلقته على خشبة فلا تبت اليوم لان المعلق ملعون من الله فلا تنجس ارضك التي يعطيك الرب الهك نصيبك فالمسيح اختار هذه الميتة عشان يرفع عني اللعنة وارتضى ان هو يتقال عليه ملعون على الصليب عشان يشيل اللعنة بتاعتي زي ما معلمنا يقول لسي الرسول قال كده المسيح افتدانا من لعنة النموس اصار لعنة لاجلنا لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة يا سلام المسيح يتقال عليه لعنة وانا اصل اللعنة انا اصل الخطيئة فبالصليب زالت اللعنة بالصليب تم تحرير البشرية من سلطان ابليس خلاص المسيح لما مات نزل في الجحيم واطلق صراح كل الادسين وكل الانبياء شوفوا زكريا النبي يقول ايه يقول انت ايضا اني بدم عهدك قد اطلقت اصراك من الجبة الذي ليس فيه ماء ارجعوا الى الحصن يا أصر الرجاء خلاص المسيح فتح باب الجحيم للانبياء والادسين اللي ماتوا على الرجاء خلاص بموت المسيح انتهى الجحيم بالنسبة للادسين معلمنا بطر السؤول برضو كده الذي فيه ايضا ذهب فكرز للارواح التي في السجن فالمسيح على الصليب انتصر على الشيطان انتصر على الخطية وانتصر على الموت الموت اللي كان مرعب للانسان خلاص حتى يحن المعمدان اللي تقال عنه اعظم موليد النساء لما استشهد ما دخلش الفردوس دخل الجحيم في مكان انتظار لكن لما اللس اليمين كان مع المسيح دخل الفردوس دخل الفردوس فالمسيح فتح الفردوس وانتصر على الموت وابقاش الموت مرعب ولا مخيف والخطية انتصر لينع سمر الخطية على صليب ودى البشر سلطان على ابليس سفروا وهم غلبوا بدم الخروف دم المسيح واذا كنتم امواتا في الخطايا وغلب جسدكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا ازمح السق الذي علينا في الفراء السق الذي كان ضدا لنا وقد رفعوه في الوسط مسمرا اياه بالصليب ازجرد الرياسات والسلطين اشهرهم جهارا زافرا بهم فيه انتصر على جرد الشياطين وجرد ابليس من سلاحه هو ده الصليب هو ده الصليب ابليس بقى مهزوم بالصليب عشان كده الصليب مرعب للشياطين مرعب كتير من المعجزات كان بتحصل الاباء الروحيين اللي لهم هذه الموهبة بالصليب الشيطاني يشوف الصليب يفتكر هزمته على طول الصليب ايضا كان عرش للمسيح اللي تقال عليه لعنة اللي تقال عليه لعنة اصبح عرش تخيالوا الملك لما يجلس على عرش الكل يخضع عليه كل يخضع عليه فالمسيح جلس على عرش على الصليب واخضع الكل تحته الشيطان اخضع للمسيح كتاب يقول رئيس هذا العالم قد ايه قد دين والخطية اللي كانت مسيطرة على العالم كله ما فيش حد يقدر يفلت منها خلاص اتحررنا منها لما نزلنا المعمودية وموتنا مع المسيح في المعمودية اتحررنا بموت المسيح على الصليب بس النهار ده حصلت حاجات غريبة الشمس ازلمت والارض تزلزلت والقبور تفتحت والصخور تشققت كل ده حصل في موت المسيح طيب موت المسيح بالنسبة لي بقى اذا كان اذا كان الارض تزلزلت طب وانا هفضل كده الخطيئة اللي جوايا دي هتفضل كده لازم الواحد يتزلزل من جوه بقى خلاص بعد موت المسيح بقى ايه شايف موت المسيح قدامك وجايين الكنيسة نتفرج على الام المسيح مش جايين نتفرج احنا مش جايين نتفرج احنا جايين نتغير احنا جايين نطلع من الكنيسة طيبين احنا السبب في موت المسيح تخيلوا معايا كده لو ابويا بالجسد وانا عملت جريمة كبيرة واستحقت عليها الاعدام وبعدين جاي ابويا قال لي معلش انا هشيل بدالك الاعدام ده ويجي ابويا يموت بدالي ايه مشاعري بعد كده ايه مشاعري انا اللي سببت ان ابويا يموت انا السبب لكن ساعات احيانا بننسى بننسى ان المسيح مات عشاني عشان خاطر خلاصي الصخور اللي هي عمرها ما تتشقق تشققت معناها ايه يعني بقى خلاص بقى القلب الصخري ده اللي جوايا ده لازم يتفتت بقى مينفعش بقى قدام موت المسيح الصخور تشققت واحنا نفضل زي ما احنا الارض تزلزلت والصخور تشققت والكبور تفتحت والموت قاموا لو انا ميت بالخطيئة خلاص بقى اقوم مع المسيح خلاص المسيح يقول تعالى تعالى انا خلاص موت عشان اديتك خلاص تعالى استمتع به تعالى افرح به ما تعيش بقى في الخطيئة ما تعيش في القلب اللي كله قصوى وتجبر ده للأسف الشديد ساعات كتير نسمع كلام ونيجي مناسبات لكن ناخد الكلام من هنا ونطلعه من ناحية التانية فتلاقي يعني بعد ما خرجنا من الكنيسة نسينا كل حاجة خلاص اتأثرنا بشوية الحان وتأثرنا بكلمتين لكن بعد ما خرجنا من الكنيسة راحت كل حاجة خسارة خسارة المسيح مش عايز كده المسيح يزيفدل معاك انت خارج من الكنيسة اعزولك انا معك تسيب تسيبو تسيبوه تقوله يا ربي يعني حياتي كلها حدهالك شوفوا معلمنا بوليس الرسول يقول ايه واختم بالآية دي كورونس السلطانية يقول كده لأن محبة المسيح تحصرنا اذا نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا مات وهو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل اللذي مات لاجلهم مقام بعد ما تخرج هتعيش لمين لنفسك ولا المسيح اللي مات لاجلي وقام يا ريت نفتكر ان احنا المسيح مات عشان نعيش ليه مش نعيش للافسنا لإلهنا كل مجد وكرمنا الآن كل واندار دور كل آمين اشتركوا في القناة